الاستثمارات الصينية في أثيوبيا تضم قائمة طويلة من المشاريع في مجالات عدة تبدأ بالسكك الحديدية ولا تنتهي عند المناطق الصناعية ومحطات نقل الكهرباء من سد النهضة وذلك مجرد مثال على استثمارات مشابهة لبكين في القرن الأفريقي الصين صديق وشريك جيد لدول القرن الأفريقي نحن حريصون على دعم السلام والتنمية في هذه المنطقة وستواصل الصين فعل ذلك ناقشنا كيف يمكن لنا أن نساعد في هذا المجال ونعتقد أن السلام والتنمية يمضيان معا وفي أول مؤتمر للسلام والتنمية في القرن الأفريقي تعزز الصين جهودها التي استمرت لثلاثة عقود بالسثمار الكثير من المال في خطط التنمية والازدهار على المدى الطويل وهو ما تعتبره دول القرن الأفريقي شراكة ذات منافع اقتصادية متبادلة لا شك أن التعاون في مجال مشاريع اقتصادية كبيرة لاستغلال والاستفادة من موارد دول الإغليم سيكون لها نفع ليس فقط على مستوى دول الإغليم وإنما على أفريقيا بأسرها ونأمل أن هذه التجربة تمتد وتشيع فوائدها إلى أقاليم ورغم التركيز على المنافع الاقتصادية المرجوة لم يغفل المؤتمر قضايا الحكم الرشيد وتبادل الأفكار التي من شأنها تعزيز الروابط بين الصين ودول القرن الأفريقي ومع تشابك أوراق اللعبة السياسية عالميا خاصة بعد الحرب الأوكرانية تصبح الصين الأكثر استعدادا للعب أدوار اقتصادية في منطقة القرن الأفريقي التي تتمتع بموارد تجعلها جاذبة لاستثمارات ضخمة إذا ما توفر المناخ السياسي الآمن جابر منصور سكاينيوز عربية أديس أبابا